ارفع عيدك عن الصدق واللي بيهتف ما بيموت ارفع عيدك عن الصدق يعني هذه الوقف جاءت مساند الأسران البواسل في سجون الاحتلال والتي جاءت بعد اغتيال الشيخ خضر عدنان في سجنه ومناصرة ومساندة للشيخ عزي الدين عمارني الذي اضرب عن الطعام بسبب الحكم الاداري الذي يمارسه الاحتلال بحق ابناء شعبنا والذي يوقف تم توقفه دون اي تهمة تتلى عليه وبالتالي هذه الوقفة احتجاجية على اغتيال الشيخ خضر عدنان ومساندة للشيخ عزي الدين الذي نال مطالبه بعد ان اقضى وقتا في الاضراب عن الطعام وهنا لابد ان نوه بان هناك سياسة جائرة لاحتلال التي يمارس فيها سياسة الاغتيالات التي بدأت تتضح معالمها وتمارس على الاسرى المرضى وتمارس على الاسرى بشكل عام في سجون الاحتلال ومن هنا رسالة اهالي يعبد بانهم متضامنون ومؤازرون لأسران البواسل في سجون الاحتلال دورتنا دورت انسان قائدها الشيخ خضر عدنان قائدها الشيخ خضر عدنان مسالتنا كشباب يعبد انه الاسرى مخطن واجهة دائم والمفروض علينا كشعب فلسطيني وابناء قضية واحدة الوقوف الى جانبهم ومساندتهم بكل وقت وجاءت هذه الوقف اليوم عقب انتصار الشيخ البطل عز الدين عمارنة واستشهاد شهيدنا وقائدنا الشيخ خضر عدنان ودعما واسنادا الى اسيرنا البطل الاسير وليد دحقة ابو ميلاد الذي يعاني من سياسة الاهمال الطبي وحرمانه من رؤية ابنته في لذة كبده ميلاد الموت والى المدلي الموت والى المدلي ارفعوا ايدك وعله الموت والى المدلي الموت والى المدلي